مفيش في العالم جراحة مهما كانت زغيرة لا يصاحبها احتمال حدوث التهاب صديدي بعدها ولو حتى كان بنسبة بسيطة وده ينطبق برضو على جراحات المفاصل الصناعية فعلى الرغم من أن نتاج جراحات المفاصل الصناعية الممتازة واللي بتساعد المرضى على التخلص من الألم وممارسة حياتهم بصورة طبعية إلا أنه في بعض الأحيان ممكن يحصل بعد الجراحة التهاب في مكان الجراحة ونسبة حدوث الالتهاب الصديدي بعد جراحة المفاصل الصناعي بتتراوح من 1% لـ 3% ورغم أن دي نسبة قد تبدو أنها صغيرة ولكن من المهم جدا أن نحن بقى عارفين أعراض الالتهاب علشان نشخصه ونعالجه بصورة مبكرة أهلا بك وأنا الدكتور هشام عبدالبائي اسشار جراحة العظام والمفاصل في جامعة ينشمس الالتهاب الصديدي بيحصل بسبب وصول ميكروبات اللي هي البكتيريا في مكان الجراحة وبيحصل تكاثر للبكتيريا في المكان بتاع الجراحة وفي عوامل بتزود فرص حدوث الالتهابات صديديية بعد العملية زي الوزن الزايد بدرجة كبيرة والتدخين ومرضى السكر والمرضى اللي عندهم أمراض في جهاز المناعة أو بيتناول أدوية فيها كورتزون بنسبة كبيرة وعشان كده بنقول أن تقليل فرص حدوث الالتهاب بيعتمد بدرجة كبيرة على تقليل الوزن والتوقف عن التدخين 3 شهور على الأقل قبل الجراحة وتزبيط مستوى السكر لمرضى السكر وتحسين الحالة الصحية العامة للمريض بالإضافة لكده الدكتور من ناحيته بيدي مضادات حيوية قبل جراحة المفصل الصناعي مباشرة وبيتأكد أنه بيقوم بمراضة التعقيم بصورة سليمة وقت الجراحة وعلى الرغم من كل الاحتياطات دي فده برضو ممكن يحصل معه التهاب صديدي في مكان العملية طيب إيه هي أعراض الالتهاب الصديدي؟ من العلمات اللي بتدل على وجود التهاب صديدي في الجرح أنه بيقى فيه تورم شديد في مكان العملية واحمرار وسخونة في الجلد وارتفاع في درجة حرارة المريض وممكن يبقى فيه إفرازات خارجة من الجرح ومن الطبيعة بعد أي عملية أن يبقى فيه شوية ألم وتورم وسخونة حوالينا الجرح ولكن عادة دي بتبقى بدرجة بسيطة وبتقل بمرور الوقت ولكن لو كانت بتزيد بمرور الوقت فده مؤشر لوجود التهاب في الجرح وعشان كده لو المريض شك في أي من العراض اللي احنا بجنوه العلاج دي فلازم نبلغ الدكتور المعالج في أعرب وقت لأن العلاج في الحالات المبكرة أسهل بكتير جدا من الحالات اللي بيتم تشخيصها بصورة متأخرة وفي حاجة مهمة بحيب دايما ألفت النظر لها وهي أن احنا عادة بعد عمليات المفاصل الصناعية أو معظم الجرحات بند المضاد الحيوي لمدة يوم أو اتنين بس بعد العملية وده بيساعدنا على اكتشاف وجود أي التهاب صديدي بصورة مبكرة علشان لو احنا عادنا ند المريض مضادات حيوية الفترة طويلة زي ما أوقات فيه ناس بتدي مضادات حيوية بالأسابيع بعد العملية فده مش هيقل الفرص حدوث للتياب الصديدي ولكن عيبه أن هيأخر تشخيص للتياب وده بيصعب العلاج وبيأخر فلو الدكتور بالفحص شك فعلا في وجود التهاب صديدي ممكن يعمل تحاليل زي صورة الترسيب أو تحليل اللي هو الـ CRP وممكن في بعض الحالات الدكتور يسحب جزء من السائل اللي موجود في المفصل بإبرة معقمة بعد تعييم الجلد طبعا والعيانة دي بيبعثها يتعمل لها فحص ميكروسكوبي ومزرع علشان نشوف إذا كان فعلا فيه بكتيريا ولا لأ طيب لو كان لقدر الله فيه التهاب بيتعالج إزاي؟ ده بيتوقف على مكان الالتهاب لو كان الالتهاب سطحي يعني حاجة موجودة يدوبك تحت الجلد فده ممكن في الحالات دي بيكتمل الاكتفاء بأن احنا نضي المريض مضاد حاوي قوي سواء كان في صورة حؤن أو في صورة كابسولات مع دهنات موضعية فيها مضاد حاوي ولكن لو كان الالتهاب لقدر الله عميق يعني قريب من المفصل الصناعي فالعلاج هنا بيتوقف على الوقت اللي فات من وقت الجراح من يوم الجراح فلو كانت العملية ما فاتش عليها أكتر من أربع أسابيع تقريبا والدكتور شك أن يفيه التهاب صديدي في الحالة دي بيفتح الجرح مرة تانية وبياخد عينات منه وعشان يحللها ويشيل أي أنسجة شكلها مش سليم ويخسل وينضف الجرح بمحالية المعقمة وبيحط مضاد حاوي في الجرح بعد كده بيتم متابعة المريض بالفحص والتحاليل أما لو فات أكتر من أربع أسابيع ففي الحالة دي الغسيل والتنظيف ممكن نتائجهم تبقى للأسف مش مثالية لأن البكتيريا في الوقت ده بتكون التسقت بسطح المفصل وكونت حواليها طبقة مخاطية تحميها من كرات الدم البيضة والأجسام المضادة الموجودة في الدم والمضادات الحيوية في الحالة دي مش شرط أنها تعالج الالتهاب ولكن أوقات كتيرة بتكون مجرد تقليل للأعراض لفترة وبتقلل نشاط المكروب بس من غير ما تموته وبعد التوقف عن المضاد الحيوي بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع تبتدل أعراض تزيد تاني طيب أمال في الحالات اللي عد عليها أكتر من أربع سابيع بتتعالج إزاي؟ الحالات دي بيتم علاجها على مرحلتين في المرحلة الأولى الدكتور بيفتح الجرح ويشيل المفصل الصناعي وياخد عينات من الأنسجة لتحليلها وعمل مزرعة لها ويغسل الجرح كويس بمحالين معقمة ومضادات حيوية وبيحط بدل المفصل الصناعي اللي تشال مفصل مؤقت مشابه للشكل ولكن مصنوع من الأسمنط الطبي الغاني بالمضاد الحيوي وبعد العملية دي المريض بياخد مضادات حيوية لعدة أسابيع بناء على المزرعة اللي تمت وبيتم متابعة الحالة بالفحص والتحليل ولما الدكتور بيلاي أن المريض اتعافى من الالتاب الصديدي فبيتم رفع المفصل الصناعي المؤقت وتركيب مفصل صناعي جديد ورغم أن فرص حدوث التهاب صديدي ضائلة للغاية الحمد لله بعد جراحات المفصل الصناعية إلا أنه من المهم جدا أن نحن نبقى عارفين المشكلة دي وعشان نعرف نشخصها بصورة مبكرة لأن ده بيسهل جدا العلاج مع تمانيات لكم بالصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر